انقلب السحر على الساحر هي مقولة تصح على تلميذ ثنوية الفضيل الورتلاني بالعاصمة بعد أن تحول ما يعرف بحفل مئة يوم قبل موعد امتحان شهادة البكالوريا المقام بالثنوية إلى معركة خلفت جرح وخسائر مادية كبيرة تعد سابقة في تاريخ المدرسة الجزائرية المعلومة الأولية تشير إلى أن مجموعة من الشباب تسللوا إلى الثنوية وهم مدججون بالشماريخ وقارورات الملطوف بعد أن ساعدهم عدد من التلاميذ الذين يشتبهوا في سلوكياتهم قصد المشاركة في الاحتفالية أمليجان غرابة وكين تلاميذ يعني مجموعة صغيرة ما عبناش مش فيناش مليح داروا أعمال شغب في الليسي يحرقوا داروا أعمال تكسيرية في سخودي في ميجان ما لابناش ندخل نعي تمنية النور ما لقعنا واتخلطت الأمن السي يدخل ما خلوهمش ومبدأت أن الأساس والإدارة دخلت وبناء على تسريبات من التحقير فإن مدير الثنوية كان غائبا عن المؤسسة خلال أعمال الشغب التي شهدتها فيما أكدت مصادر من وزارة التربية الوطنية أنه سيتم منع تلاميذ الأقسام النهائية من اجتياز امتحان باكالوريا في حال تورطهم في القضية ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة